مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى على غزو روسيا لأوكرانيا تبادل البلدان أسر حرب مجددا حيث تم تبادل مئة أسير لكل جانب ومن بين الأوكرانيين الذين تم نقلهم من معسكرات الأسر الروسية إلى أوكرانيا 63 مقاتلا من مصنع أزوف المحاصر للصلب في مدينة ماريوبل حسب ما قال مكتب رئاسة في كييف وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الإفراج عن مئة وروسي وتم نقلهم إلى موسكو بطائرة وكانت روسيا قد أسرت الكثير من الجنود الأوكرانيين خلال الاستيلاء على ماريوبل